إذا كان السفر إذا كان سفر المرأة أو البنت دون المدة المحددة شرعا فلا بأس به إن كانت في الصحبة آمينة يعني البنت بتخرج من البيت تروح الجامعة في المنصورة أو تروح يعني هي في المحلة بتروح المنصورة أو دون مسافة السفر أو دون ما يسميه العرف السفرا في الصحبة آمينة بين الناس فلا بأس بذلك لكن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم فقام الرجل فقال رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع مرأتك فلا يحل للمرأة المؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم حتى وإن كان الصفر الآن قد اختلف عن الصفر من قبل أن بعض الناس يحتاج بأن الآن الصفر بالطيارة لا من أدراك بأن حجم المخاطرة في الطائرة يعني قد يكون أكثر حجم المخاطرة في الطائرة قد يكون أكثر ثم نحن لا نعلل التشريع بالعقل وإنما التشريع سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصر